تفقدت نائب وزير الصحة وسكان عبل الألفي وحدة طب أسرة سيدي بشر بحري بمحافظة الأسكندرية وتابعت معدل تردد المواطنين على الفترة المسائية وتابعت نائب الوزير خلالها توفر الأدوية بصيدلية الوحدة مشيدة بجهود الفريق الطبي لتقديم مشورة أرضاعة طبعية وتخفيض معدل صرف الألبان الصناعية وخلال متابعتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية أوصت نائب وزير الصحة والسكان الالتزام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في سجيل المترددين على غرفة المشورة الأسرية المتكاملة بالوحدة ذلك لضمان متابعة الحالات لأسيما بيانات نمو وتطور الطفل